السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء نتكلم في هذا الفيديو عن relative pronouns ضمائر الوصل في اللغة الإنجليزية تكلمنا عن who و whom when where و who's في فيديوهات سابقة اللي حبي يرجع عليها موجود في قائمة تشغيل ضمائر الوصل في هذا الفيديو نتكلم عن which و that تستخدم لغير العاقل طبعا ذات أيضا تستخدم للعاقل لكن في هذا الفيديو نركز على which و that مع غير العاقل طبعا which مع غير العاقل وأيضا ذات تستخدم مع غير العاقل يعني ماذا يعني غير العاقل يعني غير الإنسان من أشياء أو حيوانات أو نباتات من المهم جدا معرفة ضمائر الوصل جميعها لكي أصبح متمرس جيد في استخدام اللغة الإنجليزية المحكية والمقروعة تابع معي نهاية الفيديو نتعلم كيف نستخدم which و that متى نستخدمهما و كيف نستخدمهم و لماذا نستخدمهم و في نهاية الفيديو أيضا نأخذ مزيد من الأمثلة لتترسخ الفكرة بشكل سهل إن شاء الله يجب أن نعرف which نفس استخدام ذات نفس المعنى الذي أو التي إذن الذي التي أيضا نفس الكلام أو نقول اللي يعني باللغة الدارجة إذن الذي أو التي أو اللي نفس المعنى وأيضا which يأتي قبلها فاصلة ويكون جملة أو عبارة بعدها أيضا فاصلة that لا نستخدم معها فاصلة إذن ننتبه which يستخدم معها فاصلة إذن that لا نستخدم معها فاصلة النقطة الأخرى لماذا نستخدم ضوار الوصل لتعطينا مزيد من المعلومات عن الفاعل أو عن الشيء الذي نتحدث عنه لكن which تعطينا معلومات غير ضرورية يعني مو أساسية إذا عرفتها كان أبيا ما عرفتها لن يتغير شيء لكن ذات تعطينا معلومات ضرورية وأساسية يعني الكلام الذي يتبع which ممكن نحذفه والجملة ما تتغير يعني which ممكن أن تحذف والكلام اللي بعدها لكن ذات لا نستطيع نحذف الكلام اللي بعدها لماذا لأنه متعلق بالفاعل ولا نحتاج لفاصلة دائما إذا كان عدنا فاصل الكلام يعني بيكون عدنا فاصلتين فاصلة أول فاصلة ثانية بيكون الكلام هذا كلام إضافي إذا شلته ما رح تغير الجملة لأنه معلومات غير ضرورية لكن ذات بيكون عدنا معلومات ضرورية هاي أول نقطة يجب أن ننتبه إليها النقطة الثانية استخدام ويتش وذات كما نعلم ضمار الوصل لماذا لكي توصل جملتين يعني يكون عدنا جملة أولى وجملة ثانية نريد أن نوصلها بجملة واحدة بدلا أن يكون جملتين نضع جملة واحدة نستخدم ويتش أو نستخدم ذات كما قلنا ويتش يكون قبلها فاصلة وأيضا هنا يكون عدنا بيكون عدنا ويتش وذات إذن ويتش ذات كما قلنا ويتش يكون بعدها العبارة البعدة فاصلة ذات بدون فاصلة ويتش تعطينا مزيد من المعلومات الغير ضرورية لكن ذات تعطينا معلومات ضرورية اللاحظ ماي نيو كار ويتش أيبوت يستردي إز بروكن يعني سيارة جديدة التي أو اللي اشتريتها أمس معطلة ممكن نحذف العبارة اللي بعد ويتش طبعا ويتش والعبارة اللي بعدها نسميها ريليتف كلوز يعني عبارة وصلية ممكن نحذف ويتش آي بوت يستردي والمعامة يتغير يعني ماي نيو كار خلال السيارة صارت معروفة الجديدة إز بروكن تكون معطلة لكن أضيف ويتش آي بوت يستردي التي اشتريتها أمس تعطني مزيد معلومات الغير ضرورية لأنه أنا حددت خلال سيارتي الجديدة اللي اشتريتها أمس يعني منذ فترة قصيرة جدا ويتش آي بوت يستردي بتكون معلومات اضافية غير مهمة يعني لو انحذفت ماي تغير معنى الجملة ولا يحتاج لهذه المعلومات فقط إضافة لاحظ ذكات ويتش آي توك لست يرى lost in the street يعني القطة التي اشتريتها في السنة الماضية ضاعت في الشارع لاحظ أيضا أنا لدي قطة واحدة فقط قطة واحدة فقط وانتعرف لدي قطة واحدة معاته فقط استخدمت ويتش نلاحظ قبلها فاصلة ويكون العبارة البعدها أيضا بيكون عندي فاصلة لو حذفناها تصبح يعني ضاعت القطة في الشارع فقط معلومات إضافية لو حذفتها تظل جملة سليمة لأنه أنا عندي قطة واحدة واتحدث عنها فقط هذه أعطيت مزيد من المعلومات أنت تعرف هذه القطة وأنا أعرفها ولدي قطة واحدة فقط أعطيتك معلومات التي أخذتها السنة الماضية لا يوجد عندي قطتين أو ثلاثة أو أربعة قطة واحدة وهذه معلومات إضافية لو حذفتها لا يتغير المعنى لأنه معلومات غير ضرورية لكن ذات تستخدم المعلومات الضرورية لا أستطيع أن أحذفها مثلا السيارة التي أعطيك إياها الأمس هي معطلة وتكون معطلة يعني هو أعطاك وليكن ثلاث أو أربع أو خمس سيارات ليست سيارة واحدة لكن أنا أتحدث عن السيارة التي أعطاك أمس فقط إذن أتحدث عن السيارة أعطاكها أمس بيكون أنت تعرف يكون أعطاك خمس أو ست سيارات أو أربع سيارات كما قلنا لكن أتحدث عن السيارة أعطاكها حسراً أمس تكون معطلة إذن هاي معلومات ضرورية لا أستطيع أن أحذفها لو قلت ذكار أي كار is broken معطلة التي أعطاك إيها أمس إذن هنا أتحدث عن شيء محدد ومعلومات محددة ضرورية لا أستطيع أن أقول ذكار is broken أسيارة معطلة أي سيارة that he gave you يسترد إلي أعطاك إيها أمس طيب the cat that I love is white القطة التي أحبها تكون بيضاء مثلاً عندي قطة لونها بلاك أسود قطة white أبيض قطة لونها grey رمادي أو brown وني وهكذا يكون عندي أربع قطات لكن أنا حددت ممكن القطة أحبها أنا أحب قطة محددة القطة التي لونها أبيض معانته the cat that I love is white القطة بيضاء أي قطة التي أحبها إذن هنا حددت القطة البيضاء التي أحبها مثل يكون عندي ولي يكون قطتين بيضاء لكن واحدة من القطة التي أحبها إذن بيكون عندنا حددت أني هذه القطة that I love إذن هذه معلومات إضافية لا أستطيع أن أحذفها أيضا ممكن نقول that cat that is white يعني القطة التي تكون بيضاء I love too much يعني القطة التي تكون بيضاء أحبها كثيرا أيضا هنا يكون عندي أكثر من قطة لكن اللونها أبيض حددتنا أحبها كثيرا جدا يعني مختصر الكلام that تعطينا معلومات ضرورية لا أستطيع أن أحذفها ولا نستخدم بعدها أو قبلها فاصلة which معلومات غير ضرورية لو حذفتها لا تغير من معنى الجملة ونستخدم معها فاصلة تعطينا مزيد من معلومات الغير ضرورية وذات معلومات ضرورية بدون فاصلة لحظة دين مثالين my phone which is brand new is making noises يعني هاتفي الذي يكون موديل جديد يحدث أصوات عن ماذا أتكلم هاتف وحيد لا يوجد عندي غيره لو حذفت أنا which is brand new إذن لأنها معلومات إضافية وضعنا فاصلة معلومات غير ضرورية عندها إذن تكون الجملة صحيحة يعني هاتف الذي يكون موديل جديد يصدر ضجة إذن نتحدث عن أو مزيد من العلومات عن هاتف أو هاتفي الجديد استخدمنا لاحظ فاصلة معلومات غير ضرورية بينما my phone that I bought yesterday is make noises هاتف الذي اشتريته أمس يصدر ضجة يوجد لدي أكثر من هاتف لكن حصرا الهاتف الذي اشتريته أمس هو الذي يصدر ضجة في هذه الحالة لا نستخدم which نستخدم that تدل على أنه المعلومات التي يقدمها ضرورية لو استخدمت which بيكون عندي هاتف واحد أو شيء واحد محدد تعرف أنا وياك لكن المعلومات هذه غير ضرورية لكن عندما استخدم that المعلومات تدل على أنها ضرورية لا استطيع أن أحذفها من الجملة ولا نستخدم فاصلة لماذا؟ للمعلومات ضرورية يعني ملخص الكلام that تستخدم بدون فاصلة و which تستخدم مع فاصلة هنا معلومات ضرورية وأساسية وهنا معلومات غير ضرورية وغير أساسية لو حذفتها لا تتغير الجملة بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن استخدام which و that في اللغة الإنجليزية which و that تستخدم لأشياء يعني غير العاقل يعني غير الإنسان أيضا which كما قلنا تستخدم بعدها فاصلة تستخدم قبلها والعبارة بعدها فاصلة لكن that بدون فاصلة which معلومات غير ضرورية that معلومات ضرورية بمعنى الذي أو التي أو اللي which و that أتبعنا قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته